إذا كان هذا الكعب يصدر صوتا يلفت الانتباه إذا كانت في سوق أو في محل أو في مكان يلفت الانتباه ويجعل الناس يلتفتون إلى هذا الصوت فهذا ممنوع لأن الله جل وعلا قال وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وكنا النساء قديمين يلبسنا الخلخال في الساق في القدم أو في الساق فكانت المرأة تمر من عند الرجال وتضرب رجلها فيرن الخلخال فمنع الله من ذلك والكعب يعني يصدر صوت أيضا فعموما خلاصة الجواب إذا كان الكعب ليس بمرتفع ولا يتسبب فيه ضرر وتحتاج إليه المرأة مثلا لا بس أما إذا كان يتسبب بضرر على بدن المرأة أو يصدر صوت أو فيه غش وتدليس مثلا كأن يتقدم خاطب لخطبة امرأة ويراها طويلة والواقع أن هذا الطول سببه هذا الكعب العالي فهذا غش هذا غش بارك الله في الجميع